طيب أنا معايا سيادة اللواء أحمد طاهر الحال اللواء كان مسؤول عن ملف تيك توك ده قبل عدة أسابيع وعدة أشهر سيادة اللواء أهلا بيك أهلا بيك أرس محمد حضراك ملف فتاة تيك توك دول أنت كنت مسؤول عنه وأول واحد فجرت هذا أو يعني كنت جمعت تحريات عن هؤلاء تعقيب تعقيبك أنا أريت لك أراء كثيرة بأن أنت يعني في السكة تعاطفت ليه؟ تمام ليه؟ والله هو تعاطف من ثاني إلا أنا لما يعني لما عملنا الأضايا أو نوعيات الأضايا دي أيام ما كنت بالصدمة أنا وقلت في الصدمة وقد أخذتها أمامك أه لما كنت في الخدمات كان كنا بنضرب بكل قوة وكل تصوى على هذه المواضيع على صنع ما نفسكش المجتمع من ذلك لكن الأحكام اللي طلعت تعاطف وتعاطف الإنساني أموش محقا لكن ما هو تعاطف بالمعنى أن أنا مجمع أو أن الموضوع ما كنت في خلقه طيب طيب حضرتك يعني في جامعك للتحريات هم اعترف أنهم كانوا بيعملوا ده عشان يمارسوا الرزيلة ويأخذوا فلوس معضوهم معضوهم كان بيهجف من وراء جال إلى مجموص المجرية والبعض الأصدر في هذا الطريق وده أسف اللي أسف اللي أصدرهم هم طيب طيب نصحتك إيه لأي فتاة خسن مبارح البنت اسمها موكة دي قاصر ودوها دي 15-16 سنة وطلع كأنها مرلين من روه في السور نصحتك إيه لأي فتاة أو يعني طفلة أنا بعتبر تندأ لأنه هي بتعترف زي اسمها رينادة دي أن فيه آخرين مقوادين يعني نصحتك إيه للفتاة والأسر عشان ما نشوفش الظواهر الشازة والنشاز واللي أرفيتنا في حياتنا دي والله إنت البداية بتاع ساعدت كيف وصدت النوم ياريت الناس تصحى من نومها ولايات البيوت والأباء والأمهات البيوت لأولادها والمبايلات اللي يجيب أولادها الأولاد يعملوا الكلام ده في اليوم في بعض نومهم وأخليهم يبعارفين وبعضهم في غفلة من هذا المنزوع تمام بشكرك يا سادة اللواء وأتمنى نلتقي في الاستوديو قريبا كل الشكر لحضرتك أنا عندي اشتركوا في القناة